اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بش نمشيوا بكم للقيروان في قصتنا ثانية ويني تم احتجاز شاحنة تحمل خمسة وعشرين ترناطا من الطماطم عليش تم احتجازها منين جاية شاحنة هذه التفاصيل نسمعوها بعد شوية في الختام نتمانو على اهلنا في سليانا وخصوصا في مكثر بعد تسقطة الثلجية الهامة لشهدتها المنطقة اليوم الصباحة لفهم انقطاعات للطرق شنية الوضعية في مكثر بالفيديو ومبعض نفهم اكثر تفاصيل على الموضوع كما قلنا البداية بشكون من الحدود التونسية الجزائرية وينفم قرابة مئتين عائلة تونسية عالقين على الجانب الجزائري والجمارك في الدولة المجاورة رفضين دخولهم للطرق التونسي منذ ساعات طلبوا منهم زيدة افراغ سياراتهم من كل البضايع اللي شريوها من الجزائر بتعلت وجود ازمة دبلوماسية شنية اذن بعائلات وصغيرات جمدهم البرد في كراهبهم وكيرانهم بعد ما قضوا فيها ليلى كاملة وعشرات الساعات في المطر والثلوج هل هو تنكيل بالمواطنين التونسة شنية حقيقة اللي صاير على حدودنا مع الجزائر شهادات خاصة ينقلها لي مع الناس الناشط والمدون مهدي سعيد اللي على تواصل مع عائلته وصغاره اللي كانوا محتجزين على الحدود وحسب اخر المواطيات اللي توصني انه دقائق قليلة التالي مازالوا كي اتجاوزوا ودخلوا للحدود التونسية صباح النور مهدي صباح خير عسلامة ومرحبا بكل مستمعين وربي برك لكم يعيشك يا مهدي طمننا الساعة شنية اخر الاخبار ليوصلت الحمدولله عندهم طوى معناه طو طوم عندهم حتى خمسة دقائق من اللي تعديهم الحدود وحمدولله الواحد غسرة وتعدت لكن ما تعديتش بالسهل الحقيقة للا كامل الناس لكلها فايقة وحتى لهنا العائلة لكلها اللي قاعدت لهنا زادة فايقين مرقبناش عذاب الين الحقيقة باش نعطيك في كل متين شنو اللي صار بالضبط اه 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 مشيوا كما الناس الكل ونهارة السبت وفرحنين وكذا باش يمشيوا للشقيقة الاخت الكبرى كما يسمي ورواحهم لكن لغالب دونك باش يزوروا الزير لأول مرة وكذا ويكتشفوا الزير يا اخي هاي فرحة بينهم بالقدار بالقدار في اليوم مروحين في داخوية البارح الاربعة مع حكاية الاربعة الخمسة كيتا وصلوا لحدود الجزائرية بشي معنى كي بشي يعديوا لاجرائيات متاحهم وكل شيء معنى هم لاجونس مطمنتهم منه لباس ما تزورش الحاجات الممنوعة كما المواد المدعمة وكذا وكل شيء دونك داقي لكل ما فما حتى ريف ما فما حتى شيء الى ان يجيهم القرار يقولوا لهم الديوانة والبرشة بمعناها بوليسية وكذا يقولوا لهم نفق كل بشي تحبط بشي مكاح الكل ومش يتعدى حتى داشة التونس حتى تكون دبوا زمان كان اللي يجي نفسك الملبوس وكاها ودات الكل خلينا هنا يعني للمواد المسموحة للمواد الممنوعة حتى ما حتى شيء ما يتعدى للممنوعة للمسموحة للممنوعة للمسموحة الكل ما تعديوا حتى داشة التونس الناس كانت تونسة ما فهموا حتى شيء بدأت تطلم العباد فما ناس قبلت بالقرار هزاي فما ناس حتاجت بدأت بكتن مانا ينحلولي في الفيديو ونس المعشوف في العباد وعبادة التونسة يحتاجوا ويزمروا فما ناس ماناها مسيكنات قاضين شوية قاضيات هكا كدوات وكذا ما خلوهمش حسيلوا كل شيء داخلت بعض أولاد فوضى أولاد كذا وطع مع التقس البارد مع الكذا دونك قاعدوا حتيكش نقول واحنا العشرة الحديش هابش يتعديوا انا واحد من الناس حتى الكاري اللي فيها عيل في قلت لهم سلموا في كل شيء وروحوا وكهو باي في حال مهدي انه سلموا البضايع اللي جايبين هالكل هل انه كانت متسهلة معهم السلطات الجزائرية الجماريك الجزائرية لا مش متسهلة مش متسهلة تحس انه حتى كيقالوا لهم خانتلموا في البشر وصيبون عاديونا باي اقعدوا استنى ومزال الصف اقعدوا كذا معناها مهتلوا فيهم بالعاني اخداوا وقتهم اكثر من لازم حتى اللي جانس اللي يمشوا مع هذية مش اول مرة تمشي دي ما تمشي قالت عمرهم اصارت لنا هكا قلنا لعلة اخيرة خانشوفهم فمشي حاجة جايهم وبعد يقولون هم هذين كلوا على خاطر تونس معناها عملت هكا مع ناشتة ولا دراشكوني هذي اللي تعديت تونس وكذا اه يخليوهم يزيدوا يقعدوا يستنى وحتيكش خوية المطيات انتع الصباح معطيت انت الصباح جاوهم اذية ضحك معناها على الاخر قالوا لهم تاوا دي وانا تعبت دونك باش مشي روحه ويرقدوا الصباح روحه واحنا كيفاش قالوا لهم حاجة اخرى سكروا عليهم الرجوع معناها حتى من الجاية سكروا عليهم الرجوع من هنا ومن هنا باش ميتعداوش اه عملوا دي باريار عملوا دنيا عملوا كذا وحتى التفتيش وكل شي حتى اللي وراهم وراهم مش كان عائلتك هاورا فالما مئات العائلات من زاد جاية ومروحة عندكش عدد مهدي قدش من عائلة قدش من شخص برشة 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 يمكن على الحدود الكلا مش كان على المعبر هيدا بالذات اه معاما ثلاثة قاعدوا تصور انت يمطر وبرد و وهزوش حتى معاهم حتى ميت لأ عليش على خطر هما معاملين لاربعة بشيوصلوا لحدود الجزائرية بياته للشغر صغيرات مرعوبين رقدوا قاموا مرعوبين عندي واحدة من اقاربي نفيدي دواها مغل ما عناها وفاعليها وكل شي وعندها السكر وعندها كذا داوك حاسيل وعاشو الليلة والبرد لا فهم اللي بشتغطه لحد شي تويش كل كار مساكرة داوك لاشو فاعج لحد شي ولمطار التجبد والبرد جود دينيا وكذا بياته قونا هذي الكل ومثالش يتعدى ثمانية متاع الصباح اخويا يزيدي يعديو الديرية فقط ويعديو كان الكراه بالديرية ولكيلان الديرية وتوانسة اقعدوا غادي ستاند باي اقعدوا غادي مفهمناش علاش اديوانا ميزات 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 وليت تكلمت وعمل فيديو انا معدش ننجم اولا ساعة ملقيناش تجاوب لما السلطات التونسية ساعة ملقينا حتى تجاوب من بارح في الليل لليوم الصباح ملقينا تجاوب مثل السلطات الجزائرية مفهمناش علش يعملو هكا الحاجة الاخرى سامحني سلطات الجزائرية يحتجزوا في عائلات كما عايلتي وبنتي وصغاري شنو الذنبهم اللي وقتين للناشتة هذية سامحني انا اخويا الناشتة هذية تتعدى من عندهم هما تعديت من عندهم هما وهي معناها محجر عليها السفر كيفاش تعديت من عندهم هما بيش تصني لين يا ساعة التونس هذي نقطة الفيلم كبيرة ومبعث يتوسم لتونس لهنا وتتعدى على مطار وتتحدى وتكلم السفارة كما تقول هي ولا كذا اشدخل عائلتي وشنو الذنب عائلتي وشنو الذنب المواطنين التوانس الكلهم مش كان على عائلتي على كل التونس كلها عائلتي يلا ما حال هاذا هو الملاخز شنو الذنب العائلات التونس الكلام ولا حتى يمشي خليهم للبرد ولا مش خليهم للشر عد ما يخليهم يرجعوا للزائر على الاقل حتى يمشيوا كل نوروثهم في اي بلاسة ولا يخليهم يتعدىوا يا رسول الله معناها ما عادش فهم حتى امور انسانية ما عادش تقطعت الجزائرين هذوما اللي احنا نفرحوا باهم في سورسة هذوما اللي يجيوا بحذانا هذوما اللي نعطيهم ديارنا هذوما اللي حتى ابسط الاجراءات حتى مش نجيل ومستهبونا حين اهولو معناها باش منعطلوهم مش وفرحنين باهم ونستقبلوهم ديما في ديارنا وبالمات لهم نضيفوهم وكنا نلقاهم معناها في المتاعم وفي القاو وفي الواحد نفرحوا باهم وكذا والله اذا يواجب الكرم والله اذا ابسط حاجة نجبين عملوها معناها ما غير ما نقوله كالكلمة الشهيرة بفلوسنا خطره حتى احنا بفلوسنا مشينا للجزائر بفلوسنا احنا بفلوسنا ويجي نقول لك والله هي العظيم عيب اللي عملوه وعيب على السلطات الكل التونسية والجزائرية ويمشي فيها كأن الشعب اذيه في العفص احنا بفلوسنا وبقدرنا وان شاء الله تقول التونس سترجع بقدرها وتترجع انا هتقول اليوم ولينا معدش معبرينه لف الداخل لف الخارج معناها عائلات متيشة مش عشرة وعشرين عائلة فما مئات العائلات متيشين على اربع او خمسة منافق حدودية ما يتفصلهم حتى حدوه هذا يا مهدي درس درس للتعامل مع الدول المجاورة هذا درس نتعلموه اليوم عشرات الساعات وعشرات العائلات علقين على الحدود التونسية الجزائرية كما كنتوا تسمعوا مهدي يوجه رسالة انا نقول شديدة اللهجة للطرفين للطرف التونسي والطرف الجزائري زادة كيف كيف وضعية بصراحة ما لقيني لها حتى تفسير سمعتوا الشهادة الخاصة شنو اللي صار هذه عينة من العائلات اللي عانيت لساعات على الحدود التونسية الجزائرية وتم منحها حمدولله يا ربي فما بوادر انفراج عائلة مهدي سعيد اتجاوزت الحدود ووصلت للأراضي التونسية لكن فما عشرات العائلات الأخرى ما زالت إلى حد الآن عالقة نحاولو نتبعوا الموضوع بشوية بشوية ونحاولو أنه نلقوا حلول على الأقل مع الصلاة التونسية وموها نتعاملوا مع الصلاة التونسية لأن الصلاة الجزائرية ما لن نتعاملوا معها لن نجموا نأخذوا منها أي تفسير هذه قصتنا اليوم البداية قلنا كانت من الحدود التونسية الجزائرية إشهار ونرجعوا للموضوعنا الثاني من القيراوين موسيقى 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 مع الناس ما زلت مواصلة معكم حتى لنص نهاره في قصتنا ثانية كما قلت لكم بش نمشيوا لولاية القيراوين ويني تم اليوم الصباح احتجاز شاحنة ذخمة تحمل 25 تون من الطماطم على مستوى مدينة سيسب الشحنة اللي احتجزوها الفلاحين في المنطقة بعدما القاوها تبيع في الطماطم على المنازل على المقاهي يعني على قرعة الطريق في المنطقة دونك يقولوا لي هي شحنة ليبية جاية من مصر بطرق غير قانونية والوضع حاليا في المنطقة أصبح محتقا بعد اقتياد الشحنة وسائقها لمركز الحرس بالجهة كما تشوفوا في الصور معانا على اياف ايم تيفي مباشرة من سيسب واحد من الفلاحين يفسرن أسباب الاحتجاز هذا وأسباب الاحتجاج زادة من الفلاحين في الجهة ريضا لغزيل معانا مباشرة من سيسب صباح الفل مرحبا مرحبا يا سي ريضا مرحبا سي ريضا نسمع فيك مرحبا انت واحد من الفلاحين اللي موجودين الان امام مركز الحرس في سيسب بالضبط عليش سي ريضا ساعة والحاجة عليش تم احتجاز الشحنة يدي الشحنة ذي نحنا فلاحين عنا تم رسم وال في سيسب يدخلوا في الطماطم نحنا نبيعوا بسومهم يجيبوا فائمة يدي فالشحنه هاتف سببه المنافسه غير القانوني نقولك غير قانوني يبيعوا فيها في القيو عطينا الاسوام مثلا انتم بقديش يبيعوا تماطم وهم بقديش يبيعوا فايا نحن نبيعوا فايم بلتين بميسي هم يبيعوا فايا بدينا وواضح وواضح بعد ما تم احتجاز الشاحنة وين مشيته شنو عملتوا بالضبط سيريدا فقدم المركز قادي انو نحن والشاحنة وهم يجيبو في شاحنة اخر فم شاحنة اخرى فم شاحنة اخرى موجودة في نفس المنطقة معانايا في نفس المنطقة محملة بالطماطم زاد محملة بالطماطم ايه واضح واضح ايه شنو وقالوا لكم مثلا في المركز الحرس المشيارة والجراءات معان مركز دار الجمعية اللي ارحم والديها من الوقان عام ناشي البحث ومزير ريضة وفيه هم لقين الشاحنة كالمهم ادي خمس وعشرين طرنات وهي الشاحنة طولة ادينا طرناتة ونقوله طرناتة طرناتة ونفس 20 طرناتة ما تميش باعها في الليل واضح واضح منعرش الشاحنة ديه دخلة الترابة التونسي نورمال بطرق قانونية الشاحنة هذي قتلك دخلة الترابة التونسي بطرق قانونية نتصور جوزة الحدود بطرق قانونية عددنا لهم يقومون بطرق قانونية نتصور بطرق قانونية بطرق قانونية بطرق سعر منافسة واضح اذا موقفكم اقل من المنافس ايه يعني سعر منافسة اقل من اللي قاعدين تبيعوا فيه انتوما اسعار منافسة المواطن يلقى اطماطم دينارة ما يعرفش عليها الامنين جاية طريقة جاية موقفكم في النهاية كيفيش بشي يكون شنونا وين تعملوا بالضبط كفلاحة الجيعة فلاحة عامل مجتمعيا اللي اعملوا رب يتعملوا اللي مش نسلموا ونحنا في الخضرة متاعنا مش نسلموا فيه يعني بش تواصلوا الاحتجاج اللي بيعوا طاطب بشي خامس يبيع هالما يبيع شوطاط يبيع ساعي ويبيع هالروح وما عاش نعافينش مش نعملوا مش نعملوا فيه يعني بش تواصلوا الاحتجاج هذا هو سؤالي ما تواصلوه الاحتجاج هو اليوم وغضوا قدام الولايه بقدرة ربي بقدرة ربي واطلعنا على اي تفاصيل اخرى تنجم جد على الحادثة هذي كما قلنا احتجاز شاحنة في منطقة سيسب وحملة بخمسة وعشرين من الطماطم تبيع فيها بطريقة غير قانونية في المقاهي والمنازل كما كان يقول لنا سيري ضاء نحاولو نتبعوا معاه في قادم الايام مش نوع جديد في الحكاية هذية دونك هذي قصتنا الثانية كانت من ولاية القيرا وين وفي ختام الحلقة بعد شوية نهزوكم المكثر موسيقى في الختام كما قلنا نمشي بكم لولاية سيليانا احدى اكثر الولايات اللي تشهد اليوم تساقطات ثلجية خاصة في معتمدية مكثر اللي مصباح تشهد تساقط كميات هامة من الثلوج واستخوف الاهالي من انقطاع بعض الطرقات بطبيعة رغم استبشارهم بالامطار امطار الخير والثلوج اللي يتغذي الميدة المائية وتروي اراضي الفلاحين نحن مباشرة بالفيديو اذا كنا جمونا عديو الفيديو ساعنا نشوفوا اولى الصورة اللي توصلنا من مدينة مكثر نعرفوا فاما اشكاليات متع اتصال كتبدا مدينة تحت وطعة الثلوج نحاولو نتصلوا باحد المواطنين من مدينة مكثر نزار خليفة اللي يكونوا معانا شوية اخرى معانا بالهاتف نزار يلا نتمنى على اهلينا في مكثر مع نزار خليف مباشرة من مدينة مكثر سيلينا صباح الفل نزار صباح النوض اسامة مرحبا بك مرحبا بكل العاملين بيداتي يخليك محلي هالسور نزار بتبيعا نستبشروا ديما بالامطار نقولوا احنا امطار الخير بعد يعني اشهر من الجفاف في مختلف المناطق لكن كان انت تصفلنا الاوضاع كيفيش استقبلوا اليوم اهلي مكثر حتى ساقطت الثلجية اللي بديت مصباح والله اليوم نسباع معناتها تصفل الثلوج كان تصفل من قطاع مهوش مستصل هذا مما ادى العدم تراكم الثلوج الى حد الان بطبيعة حال الاستقبال معناتها سأنتني كما هو معروف معناتها هنالك من استقبل معناتها سلوج هذي بالفرح هنالك معناتها سأنتني من يقلموا هذا المشهد نظر عن الظروف الاجتماعية لريسا تتكرر في مكثر يا نزار الوضعيات الاجتماعية في مدينة مكثر كل عام كل اشتاء يعني نفس القصة تتعاود مع عائلات تعيش في الجبال تعيش في مناطق منعزلة الثلوج هذي بطبيعة تخليها في عزلة تامة وتخليها يعني في حاجة الى التنقل لمناطق اخرى الى مواد غذائية يعني شنية الوضعيات الاجتماعية اللي عندكم في مكثر خصوصا في الموسم هذي متع تساقط الثلوج والله يفعل الخوية سامع معناتها مش كان في المرتفعات او في الاريك حد في مكثر المدينة معناتها بعض حالات الاجتماعية معناتها ومش كان في اشتاء معناتها سامت نفعيني العام على أخوه بطبيعة الحال كما نشوفه معناتها الطريقة التقليدية اللي جاعة تتخذ فيها السلكة ملاحظ المبردي الى النوفمبري الى يومنا هذا طريقة تقليدية لا تفيد ولا تغني من جوة او من دفع اه نشوفه معناتها وعطاها جغاية وهي الا كوفيرت جغاية بوبلاسة معناتها العائلة ضمن مثلا ستة افراد معناش نعارفينش كونش اللي بد عليها الجغاية دي والكوفيرتش كونش تغطى بها وحتى انه ولو ام وعائلة فيها فرض معناتها مدى فيش في الطقس هذا معناتها كونشتات تبدأ تتدفع 24 ساعة معناتها يعني معاناة متواصلة في موصل الثلوز طبعا طبعا معاناة متواصلة طبعا برد شديد برد شديد برد شديد برد شديد طمنتنا ساعه نزار طمنتنا انو ما فاماش انقطاعاتي لحد الان فيلج موش قاعد يصب بكثيفة ولو هو كانوا يصب طريقة معناتها منقطعة طرقات عادية معناتها هو لو انو مكناش طرقات كلها مفميش طرقات حتى لين تنقطعوا يعني طرقات بيعطية عزة ولكن فامتني معناتها وبناء عنه معنات فلوز صد الطريقة المسترسل هذا معناتها ما أديش لتراكمها سير عادي معناتها طرقات معناتها عادية يا سيدي على الأقل شوف يا نزار على الأقل إنه مفميش انقطاعات للطرقات يلا نشجعوا الناس إنه فما وجهة أخرى نجموا نمشيوا لها باش نشوفه الثلج مش كان في إندراهم ولا في يعني بعض المناطق في ولاية جندوبة زيدة مكثر مدينة جميلة كسرة كيف كيف أنا سمعت السباح زيدة كيف كيف يعني صب فيها الثلج نعرفها وزورتها كسرة زيدة مدينة جميلة يلا نشجع على الأقل إنه تولي فما سياحة داخلية وقت اللي يصب الثلج في المناطق هدية أولا ياخد سيدي ما معناتها بين قرصين سمعكي شنقاتك معناتها حتى في الأرشيف الأرشيف الوطن مع عزوات الثراث معناتها في المؤسسات المعنية تم تاريخ لبلاد مكثر كسرة معناتها كانت كل المسارك السياحية تمر من هناك صحيح اليوم معناتها سنتني منذ بداية ونحنا نعط ومعناتها نعطيك لمحة تاريخية باختصار على مكثر معناتها مكثر النومي دي وبدأت نشرة الإنسان وبدأت فن البناء معناتها نتقلق معناتها مكتريس لا مكثر النومي دي مكتريم مكتريم ومكتريس بنى اسم يعني مكتريس شنية ومكتريس الرومانية معناتها شهدت أوج عطائها وكانت عاصمة ضم أربع وستين مدينة سنتني يرجع لها ضم ضر مكثر عاصمة رومانية معها بداية الزحق الهيليري والبنغالي وبدأت حضار الإسلامية أصبحت هذه المدينة ماكتريس وكالة وشيئات هذه وكسرة أصبحت مقبرة مقبرة الأحياء باسم العموات وتنتجها هالها ونسيانها نزادة فنت ببعض النظار يعمل تدور كبير النظار 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 إن شاء الله ماكتر ترجع شوف إن شاء الله ماكتر ترجع لأوج عطائها أنا نشجع أن العبادة تزور هالمدينة الجميلة اللي فيها أثار مزيانة واليوم تكتسي الحل البيضاء بعد التساقطات الثلجية يلا نس كلها وجين أويكان نجم نزوره مكتر فيها ثلج ومدينة مزيانة برشا نزاري شجعكم إنه تزوروا مدينته وين كيف كيف زادة هذي كنت حكيتنا الأخيرة من مدينة مكتر المزيانة اللي قاعدين نشوفه في الفيديو متاحها على EFM TV تساقطات ثلجية منذ صباح اليوم وممكن تتواصل على كامل مدار اليوم وممكن زادة غدوة نشوفه بطبيعة الأخبار هذه أنا اسموها من عند جيهان وبعد شوية في الميتيو اللي بش تعطينا آخر أحوال التقس وأحوال الثلوج في تونس دونك كانت هذي حكايتنا لليوم في مع الناس نتقابلوا احنا وتبعا نهار الاثنين إن شاء الله ترجع لكم زميل تيجيهان بن عبدالله بصحة وسلامة نخليكم مع جي جي في أخبار التقس والطرقات وإلى اللقاء بان ويكانت نسكول